ما هي العوامل؟ خلينا نقول أساسية التي تؤثر على هذا الموضوع أنه يحصل يعني نحن نعرف كيف من خلال الأكل غير الأكل يعني خلينا نعرف إذا الأكل ما هي أنواع الأكل وإذا هناك عوامل أخرى نعم العوامل في عوامل نقدر نغيرها أو يعني منقدر نعدل فيها ونحسن وفي عوامل ما منقدر العوامل ما منقدر هي أنت العوامل الوراسية الوراسة شيء مهم جدا بالكوليسترول طبعا العوامل الوراسية قد تؤدي إلى ارتفاع عالي جدا في الكوليسترول بحالات الحمد لله كتير كتير قليلة وكتير رير ولكن قد يعني حتى نشوف أنه في جلطات عند الأطفال من خلال ارتفاع عالي جدا في الكوليسترول ولكن هذه نستطيع تتاريبا واحد بالمليون في عوامل الوراسية بتؤدي الارتفاع الكوليسترول بشكل أقل ويجب ضبطه في العمر نحن لما نتقدم بالعمر الكوليسترول بارتفع وفي عوامل كمان ما لها دخل لها موديفايد الأكلات الدهنية، زايد بالكميات الدهون المشبعة، الدهون المتحولة، هذين يزيدوا الكلسترول بالجسم، البدانة وقالة الرياضة كمان يزيدوا الكلسترول بالجسم، التدخين بشكل عام يقلل نسبة الكلسترول الجيد بالجسم، فهذين تقريباً تلات عوامل هي المهمة، الأغزية، الرياضة، البدانة والتدخين.